اشتركوا في القناة هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال ضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصر فقال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا ولا تعين عليه الشيطان رواه البخاري إن أغلبية المسلمين عندما يتحدثون عن هذه الآية الكريمة وهي جلد الزاني الكل يقول هذا عقاب الزاني الذي يستحقه والذي أمر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكلنا يسلم بهذا الأمر لا خلاف ولا جدال في ذلك لكن الذي لا يعلمه الكثيرون أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العقاب العلاج أيضا قد نشرت صحيفة ديليمال البريطانية مقالا حول أسلوب جديد لعلاج الإدمان على الجنس والإدمان على المخدرات أبو الخمور وذلك من خلال جلد أو ضرب المدمين عددا من المرات على ظهره مما يساهم بشكل فعال في التخلص من الإدمان يقول العلماء الروس إن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها في حين فشلت معظم أساليب العلاج التقليدية للإدمان ولكن ما هو سر ذلك يؤكد الدكتور جيرمان أنه علج أكثر من ألف حالة بهذه الطريقة حتى إن الكثيرين يسافرون من دول بعيدة للاستفادة من هذا العلاج يقول هذا العالم وهو من سيبيريا إن ضرب مذمن الجنس بهدف تخليصه من الآثام يساهم في تحرير المادة الإندورفين من الدماغ وهي المادة المسؤولة عن السعادة مما يجعل المذمن يشعر بسعادة تساعده على التخلص من ممارسة الجنس أو تعطي المخدرات ونحن نعلم أن الذنوب تؤثر على نفسية الإنسان وتجعله أكثر حزنا وثوثرا وكما أن الحسنات تجعل الإنسان منشارحا مطمئن البال ويقول علماء النفس إن هذا الأسلوب هو نوع من العقاب البدني على أفعال أثيمة ارتكبها مذمن الخمر أو مذمن الزنا تشعره بذنبه وأن ما يقوم به هو خطأ كبير لا بد من التخلص منه وعدم العودة إليه وهو أسلوب فعال وقد استخدمه بعض الكهان قبل مئات السنين ويعثرف الدكتور سيرجي مدير الدراسات الحيوية في معهد نوفوس باسك بأن أسلوب الضرب بالقصب أو الخيزران على الظهر فعال في علاج نوبات الاكتئاب والإحساس بالذنب فعمليات الجلد أو الضرب تحفز مناطق خاصة في الدماغ لدى مذمن المخدرات وتحذي عمليات معقدة تؤدي للتخلص من الإدمان نحن نعلم أن الله تعالى عالج ظاهرة الإدمان على الجنس من جذورها من خلال الآية الكريمة التي تقول الزانية والزاني فجليد كل واحد منهما مئة جلدة فهذه العقوبة سوف تطهر الزاني وترضع غيره وتقطع مشكلة الإباحية من جذورها وتنقذ ملايين الشباب من هذه الأفة المصاصية وفي نفس الوقت شفاء له مما اقترفه من أضرار المعصية الحقيقة أن الغرب لا يقبل بأي علاج قادم عن طريق الإسلام ونحن نرى اليوم أنهم يقبلون العلاج ذاته بالضرب أو الجلد لأنه قادم من روسيا ومن أناس غير مسلمين ولذلك نستطيع أن نقول إن علاج مشكلة الزنا ومشكلة شرب الخمر من خلال الجلد على الظهر هو علاج صحيح وتمت تجربته آلاف المرات من خلال متخصصين في العلاج النفسي وعلاج الإدمان وإن تطبيق حد الزنا والذي لم يعد يطبق حتى في الدول التي تقول أنها ذول مسلمة سوف ينقذ الملايين من الموت بسبب الأمراض الجنسية التي تنتج عن هذه المعصية وسوف يوفر هذا الحكم الإله الملايين بل المليارات التي تنفق على إلاج هذه الأمراض وسوف ينقذ ملايين الأسر من التفكك الأسري ومشاكل أخرى قد تؤدي أحيانا للانتحار وسوف يكون ردعا في من يفكر في الزنا أيهم أفضل في نظرك مئة جلده أم المعاناة والمرض وغضب المولى عز وجل مع العلم أن تكلفة جلسة الجلد عند طبيب متخصص في روسيا تكلف 60 دولار أمريكي بينما الإسلام يقذم هذا العلاج مجانا إن اعتراف المعالجين النفسيين أن ضرب مدمن الجنس يؤدي لنتائج جيدة في العلاج ويؤكد إعجاز القرآن في حد الزنا فإعجاز القرآن لا يقتصر لحقائق العلمية أو اللغوية بل هناك إعجاز في تطبيق حدود الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كل شيء أمرك الله به ونهاك عنه فهو في مصلحتك فهو الذي خلقك وصنعك وهو أعلم بما يضرك أو ينفعك ولا تنسى أنه أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين